ايه يا عظيدي الله الله بالعافية ايه يا عظيدي الله الله بالعافية ايه خلها بجفن عينك وخل تحرسها لهداب تدري اختنا معودة على العز والحجاب خلها بجفن عينك صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى بضعتك الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله وعلى آل بيتكم والطيبين الطاهرين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى أبد الآبدين فاز والله من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما ما لعيني ما لعيني قد غاب عنها كراها الكرا أي النوم والنعاس ما لعيني قد غاب عنها كراها وعراها من عبرة ما عراها يا حاش لله لست أطمع نفسي آخر العيو يمر باتباع هواها بل بكائي لمن خصها الله تعالى وسيدتاه وفاطمة بل بكائي لمن خصها الله تعالى بلطفه واجتباها بنت مين أم من حليلة مين ويل لمن سن ظلمها وأذى تعالى يا آية يا آية إيها يا sık هل يعرفون من هي فاطمة الزهرى بنت ما يا يايان أم ما يايان حليلة ما يايان ويل لمن سن ظلمها وأذانها هذا البيت يحرق القلب والله يعز علي أن أذكره ولكن من باب حدثوا شيعتنا بما جرى علينا وقضايا يتفاطم وفي الجنب منها أيوه ويله وسيدته وقضايا يتفاطم وفي الجنب منها إيايا أثر للصياط من أعدايا إيايا ولأي الأمور تدفن سرين بضعة المصطفى ويعفى ثرايا إيايا ولأي الأمور تدفن ليلا إيايا بضعة المصطفى ويعفى ثرايا يا إيايا يا إيايا ايايا يا إيايا اللعنعشها يا إيايا بها ضم وبضيم ها الدنيا والله بها ضم وبضيم ها الدنيا عيشها ولا ساعدها الروحي نعيشها ولا ولا ساعدها الروحي نعيشها على الشهل وبليل أظلم والله على الشهل وبليل أظلام نعيشها أدفن هبلي الحمى الحمي أدفن هبلي الحمى الحمي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلبي ينقلبون والعاقبة للمتقين آمنا بالله قال مولانا الإمام الصادق عليه السلام في حق مولاتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها وهي الصديقة الكبرى وعلى معرفتها دارة القرون الأولى صدق مولانا وسيدنا أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامهم عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وهي الصديقة الكبرى وعلى معرفتها دارة القرون الأولى ذكرنا ليلة من الليالي أن ليس هناك معرفة أو شيء أوجب من كل شيء أوجب من الصلاة أوجب من الصيام أوجب من كل شيء بعد وجوب معرفة الله من معرفة محمد وآل محمد لاحظوا إخواني الإمام عليه السلام ماذا يقول وعلى معرفتها دارت شنو دارت يعني كلفت ووجب على أهل القرون الأولى أن يدوروا حول معرفة فاطمة الزهراء عليه السلام ما المقصود بالقرون الأولى أو القرون الأول المقصود الأنبياء والمرسلين والأوصياء كل هؤلاء هم مأمورون أن يعرفوا خصوص فاطمة الزهراء عليه السلام وأن يعرفوا محمدا وآل محمد الله صلى الله عليه وسلم وهذه المعرفة شوفوا كل الخلائق مطلوب منها ذلك عندنا روايات أن ما من نبي بعث إلا وكان مأمورا أول ما يبلغ قومه يبلغ الناس بخاتمية النبي صلى الله عليه وآله وبولاية علي والأئمة اللهم صلى الله يعني أخواني الإمامة مو فقط تكليف معرفة الإمامة مو فقط تكليف نحن من زمن النبي صلى الله عليه وآله في الحياة الدنيا بل هو هذا تكليف عند كل الأنبياء عليهم السلام لاحظوا وعلى معرفتها دارت شنو دارت القرون الأولى الدوران حول الشيء شوف يعني تجعله مركز وتدور حوله فهذا شنو يعني تطلبه زين تحوم حوله هنا المراد منها شنو المعرفة الدوران معناه شنو طلب المعرفة زين في حديث آخر يقول الإمام الصادق عليه السلام من عرف فاطمة حق معرفتها فقد أدرك ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر كثير من الناس مثلا يجي يقول سيدنا شنو أعمال ليلة القدر يا بل إيش حتى حصل الثواب العظيم بل صحيح صلم يترك دعاء الجو شين معرف إيش لكن درجة الثواب نسبتها ما الذي يحددها معرفتك بفاطمة الزهراء بفاطمة الزهراء عليه السلام خصوصا وبمعرفة محمد وآل محمد عموما هذا ذكرناه كثيرا ومذكور بالروايات إخواني قلنا من زار جدي أمير المؤمنين عارفا بحقه يعني كثير من الناس يقول هذا الثواب العظيم كذا هذا يترتب على قدر المعرفة من زار جدي الحسين عليه السلام عارفا بحقه شوف لاحظوا هو كل إنسان يزور يحص الثواب لكن درجة الثواب وأنواع الثواب تختلف باختلاف المعرفة على قدر معرفتك بهم سلام الله عليه رب قائل يقول الآن ماذا أعرف عن فاطمة الزهراء عليها السلام فاطمة سلام الله عليها لا يعرفها إلا الله وأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام طبعا أنا أذكر لك أمرين باختصار في معرفة فاطمة الزهراء عليها السلام الأمر الأول أن تعرف شأنها وسيرتها وفضائلها ومقاماتها وكراماتها عند الله سبحانه وتعالى ما أعطاه الله عز وجل من فضل ومن كرامات ومن شأن ومن سيرة وهذه المعرفة يا إخواني ليس المراد منها المعرفة الحق الحقيقية المعرفة الحق الحقيقية لا يعرفها إلا الله ومحمد وآل محمد مثل يا علي ما عرفني إلا الله وأنت وما عرفك إلا الله وأنا وكذلك ما عرف فاطمة سلام الله عليها إلا الله وهم سلام الله عليهم إذن أي معرفة نحن نطلبها المعرفة التي جاءتنا بها الآيات والروايات الله سبحانه وتعالى ذكر شأن فاطمة الزهر عليها السلام بآيات كثيرة عليك أن تعرفها وهذه ممكنة سور نزلت في حق فاطمة الزهر عليه السلام إنا أعطيناك سورة الدهر هذه السورة العظيمة الطويلة العريضة ويطعمون الطعام على حبه مسكين ويتيما وأسير من اشتركت فيها فاطمة الزهر عليه السلام غير بقية الآيات إنما يريد الله ليذب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا وهكذا آيات كثيرة إنا أنزلناه في ليلة القدر يقول إمام الصادق عليه السلام الليلة فاطمة اللهم صلى على محمد مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان يقول الإمام البحران علي وفاطمة والبرزخ رسول الله محمد اللهم صلى هذا مذكورة بالتفاسير كتب ألفت من منا اطلع على فتكتاب عن فاطمة الزهراء عليها السلام حتى يعرف هاي وكأمور كثيرة مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل يقول الحبة فاطمة سلام الله ما معنى ذلك شن السنابل السبعة وما معنى ذلك هذا مذكور في التفاسير ومذكور في الكتب لكن كما قلت المشكلة اقرأ أول كلمة أنزلها الله اقرأ ومن الذي يقرأ والروايات التي جاءتنا عن أهل البيت عليهم السلام وعن غيرهم في فضل فاطمة الزهراء عليه السلام هاي ما يمكن الإنسان يعرفها هاي أنت مطالب بها وما دمنا في رحاب ذكر فضائل فاطمة الزهراء عليه السلام ومعرفتها من هاي الناحية لا بأس أن أذكر هذه الفضيل يوم من الأيام جاء عبد الله بن مسعود قال للنبي صلى الله عليه وعلي يا رسول الله أرني الحق لأتبعه قال لجي المخدع المخدع غرف داخلي دخل وجد أمير المؤمنين عليه السلام واقف يصلي وهو يدعو ويقول بدعائه اللهم إني أسألك بحق حبيبي وأخي محمد اللهم صلى الله أن تغفر للمذنبين من شيعة خرج عبد الله بن مسعود وجد النبي صلى الله عليه وعليه واقف يصلي وهو يدعو وهو يقول اللهم إني أسألك بجاه وحق أخي وحبيبي علي أن تغفر للمذنبين من أمتي اللهم صلى الله على محمد جلس متحيرا عبد الله بن مسعود جلس في زاوية متحير النبي صلى الله عليه وآله فرغ من الصلاة التفت إليه قال يا ابن مسعود أكفرا بعد إيمان ليش يعلم ما في قلبه لو ما يعلم يعلم ما في قلبه شنو اللي صار بقلبه اسمع هذا قال يا ابن مسعود أكفرا بعد إيمان قال يا رسول الله سألتك أرني الحق قلت لجي المخدع دخلت وجدت أمير المؤمن عليه السلام يسأل الله بحقك وجاهك أن يغفر للمذنبين من شيعته خرجت وجدتك تسأل الله بجاه وحق علي عليه السلام أن يغفر للمذنبين من أمتك فوالله لا أدري أيكما أفضل عند الله حقا ليش مو حقا أنت لا تصور عايش بهذا الزمان وشفت يعني وعرفت عدد الأئمة سلام الله عليهم من يقول لو كنت في زمان أي واحد من الأئمة تعرف الأئمة 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 أجل لا أصحاب الأئمة عليهم السلام ماتوا قسم من عدهم وما يعرف منه الإمام الذي بعد الإمام الذي حاصره زرارة ماتوا وخلى القرآن هنا وقال أني مؤمن بالأئمة عليهم السلام لك ما يعرف منه الإمام بعد الإمام الجواد عليه السلام لما استشهد أبوه الإمام الرضا عليه السلام علماء الشيعة جاءوا من خراسان وغيره وبغداد وغيره يريد يعرفون من الإمام سلام الله عليهم اقرأوا التاريخ وشوفوا الإمام الهادي عليه السلام لما استشهد جاءوا كبار أصحاب الأئمة سلام الله عليهم وطلع لهم جعفار وادع الإمام وحذر الإمام الصادق عليه السلام منه لكن بعض الناس لحد الآن للأسف يسمونه جعفر الكذاب ورد في حديث لا تقول جعفر الكذاب قول جعفر شنو تواب لينتاب بعد ذلك وإجوا واختبروا الجعفر وشافوا كل شي ما يعرف لا بالفقه لا بالعقيدة لا بالكذا طلعوا للميدان للساحة محتارين قالوا إلى أين نذهب إلى القدرية إلى المرجئة إلى الواقفية وإذا بغلام وعبد الإمام الحسن عليه السلام قال إن سيدي يدعوكم لا إلى المرجئة ولا إلى القدرية ولا إلى الواقفية وإنما إلي إلي إذن شنو من نعمة الله عز وجل أنعم علينا أن خلقنا في هذا الزمان ونعرف الأئمة عليهم السلام نعرف فضائلهم نعرف كراماتهم فهذا في بداية التشريع ما يعرف من الأفضل فقال له اسمعي ابن مسعود وذكر له هذا الحديث الطويل أنا أخذ من عدة موضع الحاجة قال يا ابن مسعود أول ما خلق الله نوري وخلق من نوري العرش والكرسي ونوري والله أجل من العرش والكرسي وخلق نور علي وخلق من نور علي السماوات والأراضين ونور علي والله أجل من السماوات والأراضين وخلق نور الحسن وخلق من نور الحسن الملائكة ونور الحسن والله أجل من الملائكة أجل له مو أجل ابن ابن الحديد المعتزلي يقول يا برق إن جئت الغري فقل له أتراك تعلم من بأرضك مودع هذا ترقع يعرض يعرض يحسش في تعبيرنا هو مو يقصد الغري أرض النجف يقصد أهل النجف يقصد الشيعة يقصدك إلك يريد يقل لك أنت المؤمن بعلي تعرف شنو هذا علي ابن أبي طالب عليه السلام يا برق إن جئت الغري فقل له أتراك تعلم من بأرضك مودع فيك ابن عمران الكريم وبعده عيسى يقفيه وأحمد يتبع بل فيك جبريل وميكال وإسرافيل والملأ المقدس أجمع بل فيك نور الله جل جلاله لذوي البصائر يستشف فيلمعه اللهم صلى الله وخلق من نور الحسن الملائكة ونور الحسن والله أجل من الملائكة وخلق نور الحسين وخلق من نور الحسين الجن والحور العين ثم إلى أن قال صلى الله عليه وآله يا ابن مسعود فشكت شكت من الشكوى فشكت الملائكة ظلمة السماوات والأراضين فقبض الله قبضة من نوره ونفق فيها من روحه فأزهرت وأشرقت السماوات والأراضون من ذلك النور وهو نور ابنتي فاطمة الزهراء ولذا سميت زهراء لماذا سميت زهراء لماذا سميت فاطمة قد آنوا أنت نسمي أبناء نهيك اعتباطا والله أحب إما تأسيا بأهل البيت إذا يتأسوا هالأيام ما شاء الله الأسماء ما شاء الله بعد صارت أسماء أهل البيت قديمة إن البيت إن الشيطان إذا سمع في البيت ينادى يعني تنادى باسمك يا محمد يا علي فإنه يذوب كما يذوب الرصاص اللهم صلى الله عليه ما أريد يعني أعلق يعني هذا ابنك خير الأسماء هذه الأسماء الشريفة العظيمة فلازم تعرف اقرأ لماذا سميت فاطمة لماذا زهراء لماذا بتول لماذا طاهرة مطهرة لماذا منصورة لماذا معصومة لماذا ليلة القادر لماذا البحر لماذا 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 كل هذه شوفها واحد من معاني زهراء وأسباب تسمية الزهراء لأن الله عز وجل إن كل شيء أنزلناه شنو بقدر تقدير مضبوط منظوم مناسبة بين الإسم والمسمى معتباطاً الله سبحانه وتعالى يسميها بهذه الأسماء وهذه الألقاب الله يرحم السيد جمال الدين الهاشم يقول يقول شعت فلا الشمس تحكيها ولا القمر زهراء من نورها الأكوان تزدهر من نورها الأكوان ولذلك هذا المعنى مذكور في كتبنا وكتب غيرنا أن أهل المدينة المنورة رأوا شيئاً غريباً ما هو رأوا عند الغداد يعني عند الفجر لوناً أبيضاً يطغى على شنو على حيطان دور المدينة لون أبيض يعني كأنما تقول نور نور طاغي كل شيء قوي يعني بلا جكتور تقول وعند الظهيرة لوناً أصفر وعند المغرب عند الغروب لون أحمر فتعجبوا فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله قالوا لي يا رسول الله نحن الفجر وإذا حيطاننا لونها أبيض الظهور حيطاننا لونها أصفر المغرب لونها أحمر قال نعم إذا قامت ابنتي فاطمة الزهراء سلام الله عليها للصلاة عند الغداد أشرق من وجهها نور أبيض يطغى على حيطان المدينة اللهم صلى الله عليه وآله وإذا قامت عند الظهيرة أشرق من وجهها لون أصفر وعند الغروب لون شنو لون أحمر هذا من معاني زهراء وقيل أنه لأنها لأنها كانت تشرق لأمير المؤمنين عليه السلام بهذه الألوان الثلاثة في هذه الأوقات الثلاثة في رواية شوفوا نور فاطمة الزهراء سلام الله عليهم بعضهم ربما يتعجب من هاي في كتاب أخبار الدول للدمشق القرماني من علماء العامة ومو من علمان في فصل عنده عن أولاد وبنات رسول الله صلى الله عليه وآله ينقل أحاديث عن الزهراء عليه السلام وصفاتها وأسماءها وبعض مناقبها عجيبة غريبة منها هذا الحديث يقول ينقل عن عائشة كنا نخيط ونغزل وننظم الأبرى في الليل بضوء وجه فاطمة الليل ليل دنيا ظلمة يعني هس الآن ضوء هاي وكهرباء وكذا وأطيك الأبرى والخيط تقول لها نسى بالشمس ما أشوف موس فكيف بالليلة المظلمة هذا أم يكذب أم رافضي هذا أو شيعي دمشقي قرماني أقرأ كتاب أخبار الدول صبح هم سبعة وثمانين طبع الحجرية ما أدرسة طبعة حرفية وما أطرب زين اللي يريد موجودة حتى أصور للنسخة والطهية ومن ينقل الحديث عائشة عن عائشة كنا ننظم ونخيط ونغزل الأبرى في الليلة المظلمة في وجه فاطمة زين اللهم صلى الله عليه وكيف لا وأي نور هذا وأي نور هذا نور الله المودع في الأرض قل لي الله سبحانه وتعالى لا يجد مثلا يضرب فيه لنوره سوى فاطمة الزهراء مثل نوره من المشكات من أسمائها سلام الله عليه مثل نوره نوره يدرك ليس كمثله شيء هذا الأمر الأول أخواني في المعرفة أن تعرف فضائلها أن تعرف سيرتها أن تعرف شأنها الأمر الثاني أن تعرف مظلوميتها سلام الله وما جرى عليها من ظلمه وما عانت بأبي وأمي السلام عليك يا ممتحنة امتحنك الذي خلقك قبل أن يخلقك وكنت لما امتحنك صاب هذه المظلومية بكل حيثياتها وتفصيلاتها الذي لا يذكرها أو ينكرها شاذ يوم القيامة خصمه فاطمة الزهراء عليه السلام ما جعلتنا وكلا على مظلومياتها حتى نسكت عن هذه المظلومية أو تلك أو نتنازل تحت حجج واهية أحد علماء النجف الأشرف والقصة معروفة كانت في النجف ولا زال بعض الشيء بيذكروها أراد أن يؤلف كتاب في هذا الكتاب شي سوي يحدد ويحصر رواية واحدة في شهادة الزهراء عليه السلام كم رواية عندنا مشهورات ثلاثة رواية ثلاثة المشهورة فأكوه أنا حتى سامع في هذا الزمان بعضهم شنها الاختلاف وإلى متى وليش متحددون رواية واحدة اسمع شوف هذا ربما من هذه الحادثة يتضح السبب فهذا العالم عالم من علماء الشيعة في النجف كان يظن أنه يتقرب إلى الله عز وجل وأنه يحسن صنع بهذا العمل يعني قصد التقرب إلى الله والتقرب لأهل البيت عليهم السلام ويحسبون أنهم يحسنون صنعه هواي أكم من الناس هواي أكم من الناس مثلا تشوف يظن أنه مثلا يفعل فد أمر تقربا إلى الله عز وجل أو ينهى عن أمر زين ويظن أن هذا عمله وتقرب إلى الله عز وجل لكن في الحقيقة هو اشتباه وخطأ من عنده فهذا الشيخ وعد العلماء والطلبة بتأليف هذا الكتاب إلى أن جاء الوقت المعلوم فقالهم غدا يكون الكتاب أو الرسالة جاهز في الليل أخذ يصلح بعض الأمور ينقح بعض الأشياء نعم نعس نعم اتجع نعم وإذا به يرى مولاتنا فاطمة الزهراء عليه السلام ومن رآنا فقد رآنا وهذا عالم مو زيد أو عبيد مو أي واحد هذا هذا عالم رؤية عالم رؤية صادقة قالت له فلان قال بلى سيدتي مولاتي اسمع اسمع مولاتنا فاطمة الزهراء ماذا قالت له قالت فلان أنا إلى الآن أضج من ظلع المكسور وتريد الناس يذكرونني يوما واحدا في السنة ظلع مولاتنا الزهراء منجبر له لا زال مكسورا إذا منجبر شعيتكم بعد ثلطمون حتى على الحسين تبشون هم الحسين هم هم ظل عن جبره في مال الله والآن بالجنة وعليه من ثلطمون وتبشون زين تشايف شوف هاي مظلومية الزهراء عليه السلام الإمام الحسين عليه السلام ما حد قال خلي نسكت عن مظلوميته مثلا ولا نتحدث بيها أنا قصدي من المؤمنين ليس من المخالفين وهاي هنا الكارثة هنا المصيبة وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهندين يا بليش ما تتحدث بمظلومية الزهراء عليه السلام حتى من بعيد لا 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 هي سبب لنا مشاكل يا بشي سبب لك مشاكل تفرق المسلمين تفرق المسلمين هذا أتخطر مثل الرواية تقول اللي إجا هارون العباسي وقف عند النبي صلى الله عليه وآله قال لي يا رسول الله أني معتذر منك أريد أن أسجن موسى بن جعفر لأنه يريد أن يشتت أمر هذه الأمة الله أكبر ما عشت أراك الدهر عجبا موسى بن جعفر يشتت شمل الأمة ومن اللي يجمعها هارون العباسي نفس الشيء ما أشبه اليوم شنو بالبارح إذا ذكرت ما جرى على فاطمة الزهراء عليها السلام هذا رح يشتت شمل الأمة الله أكبر الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله قالت أنا إلى الآن أضج من ظلع المكسور تريد الناس يذكرونني يوما واحدا في السنة إن لم تعزف عن هذا الأمر حرقتك أنت والكتاب قعد هذا الصباح خرق الكتاب وأخبر العلماء والقصة مشهورة في النجف الأشرة ألا تستحق فاطمة الزهراء عليه السلام أن نذكرها ثلاثة أيام الله يوفق الأخوان أصحاب المجالس يعني أغلبهم خصصوا اليوم الأخير لكل خطيب يقرأ اليوم الأخير ختامه بمن؟ بفاطمة الزهراء سلام الله عليها لا تلوم بعض الناس يعني حتى من المؤمنين مرات لا تلوم لأنه ليس كل واحد قوي الإيمان ويصدق أن القوم فعلوا هكذا سليم بن قيس الهلالي ما كان في المدينة المنورة عشر أو 11 هجرية ما كان موجود الخبر لما انتشر في الأسقاع والأمصار ووصل إلى ما صدق سليم بن قيس الهلالي ما صدق متى صدق وكد سنة 13 هجرية بعد ثلاث سنوات إلى أن لاقى سلمان فقص عليه كل ما جرى حينها حينها صدق يعني شوف هذا قريب مبهز زمن هذا الله يرحم السيد محمد مهد القزويني هذا العالم المرجع الكبير اللي هو صاحب هذه القصيدة اللي أنشأ لنا قصيدة محاورة سليم مع سلمان قال سليم قلت يا سلمان هل هجم القوم ولا استئذان فقلت إي وعزة الجبار وما على الزهراء من خماري لكنها لاذت وراء الباب رعاية للستر والحجاب هجابي ومذرأوها تحسره فأسقط يتبنت الهدى وحزنه يا جنين هذاك المسمى يا محسنه تصيح يا فضة عتبتي يا يالباء ايجت فضة ولقتها فوق التراب ايوا ويلاء يا يسلم نصدر واظلاء ايايا حد يقول مولانا أمير المؤمنين عليه السلام ظلت فاطمة الزهراء باكية حزينة تبكي الليل والنهار إلى أن دنت منها المني ولما قضت نحبها وقع عليها الحسنان يشمانا يقبلانا والأوايا لأرضها والسمى حننسوي يا حين الماتت الزهراء يا زجي ايجوه الحسن وحسين خي يا يسيل الدمع منهم علي يا 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 الخد ولا تنس أم المصائف زين كانت حاضرة بأبي وأمي يقول الراوي كان مولانا أمير المؤمنين يتعاهد قبر فاطمة الزهراء كل ليلة يقرأ القرآن ليلة من الليالي غفى على قبرها قالت يا أمير المؤمنين يا أبا الحسن عد إلى الدار قال ولما قهلت لأن ابنتي زينب قد استيقظ هي الآن تنظر إلى مكاني افتقدتني والله أريد أقعد أريد أقعد ونوحا بيك يا بيت على الكسرى وظلحة وغصب يا بيت يا محسين تبجع ليك يا بيت أظنها الانسبة بالغاذرية أظنها الانسبة بالغاية يا ذرية وبعد وين الروح الروح إلى كربلا إلى أبي عبد الله الحسين عليه السلام وياي والله يا الشاعر وبكسر ذايا أكض العرض تأضلع في طيها يا سر الإله مصن لو لا سقوط جنين فاطمة لما عودا لها في كربلا جنين إلهي نسألك وندعوك ونقسم عليك بأحب الأسماء إليك لفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وبالسر المستودع فيها أخواني كثير من المؤمنين يسألكم الدعاء عندنا مرضى وأصحاب حوائج نتوجه جميعا إلى الله وهذه ليلة الجمعة بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وبالسر المستودع فيها إش في كل مريض خصوصا من أوصانا بالدعاء إش في مرضاه ومقضي حوائجهم أحفظ الإسلام والمسلمين أيد علماءنا العاملين اجعل بلاد المؤمنين في أمن وأمان من أراد بنا سوءا فأرده ومن كادنا فكده اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم أصدح كل فاسد من أمور المسلمين واجعل عواقب أمورنا إلى خير اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة وعجل فرج مولانا صاحب الأمر والزمان اللهم اجعلنا من خدامه وعبيده ومطيعيه والمستشهدين بين يديه أخواني الحاضرون احفظهم فردا فردا وفقهم لمراضيك جنبهم معاصيك أخواني المؤسسون تقبل أعمالهم اجعل بيوتهم وقلوبهم عامر بذكرك وذكر نبيك وآله الطاهرين وإلى أمواتهم وأموات الحاضرين ومن مات على الإيمان نهدي للجميع ثواب الفاتح مع الصلوات